هي ليست كالجمال العادية لها مميزات خاصة كطول الأرجل وعرض الرقبة إضافة إلى سرعة الحركة تصل قيمتها لمئات الملايين كلما شاركت وفازت في سباقات الهجن المحلية والعالمية مش شرط أنه يكون يعني كما نقوله الصحة أنت عوال لبسها كانوا واحدة الميزات التقنية يعرفوا غير الناس التي محتكين بهم بصفة خاصة من ناحية للساق أساليب التدريب المتبعة حاليا في الجزائر أغلبها أساليب تقليدية قديمة لأن تدريب عبارة عن تقنيات حديثة ولا يمكن أن ندرب جملا ما لم نعرف فيزيولوجية الجمل نصلحوا فيها إذا يكون عنده ثلاث سنة نبدأ ونجروه نبدأ ونجروه إذا يكون عنده أربع سنة خمسة سنة نبدأ ونجروه في السباق في الأول يجريه وحده ومن بعد باش يجريه مع الجمال ومن بعد باش يجريه مع الكرارس باش على الأقل بعيركي وعود يعرف الكرارس ما هوش كمال لما يعرفش من مئة وستين مليون سنتيم إلى مئتي هي قيمة هذه الجمال بالجزائر لترتفع إلى ما يقارب الخمسمائة مليون سنتيم في حال الفوز في المنافسات الأفريقية ثم خمسة ملايير سنتيم في حال فوزها في المنافسات العربية إثنان من المهاري الجزائرية تم إدخالهما إلى دولة خليجية وبيعة في المزاد العلني سنة 2016 الواحد بحوالي خمس ملايير وستمائة مليون سنتيم في حين أن جمال السباق في الجزائر ما تجوز سعره 150 مليون الجمال هذا القيمة المادية ترتفع على حساب المشاركات يعني تعرف من خلال المشاركات يعني المراتب اللي يحصل عليها ترفع من قيمته عدنا جودة جيدة جيدة كثيرا كثيرا تنافس مثلا تنافس في الخليج وعدنا مثلا مراكز نتمنى أن الدولة تعطينا مثلا مراكز هنا لنعارش فيها الجمال طربيته وتدريبه وحتى نوالين بيعوها في الخليج إن شاء الله أسعار ترتفع بشكل قياسي خلال كل منافسة محلية أو عالمية جعلت من بعض المهتمين بهذا الإرث يفكرون في إنشاء مركز لتدريب النوق والأشاركة بها في المنافسات الرياضية موسيقى